اهلا وسهلا مشاهدين الكرام منذ سوقف الانتاج بشركة سامير في غوشت 2015 ما زال ملف الشركة يراوح مكانه بعد الحكم في مواجهةها بالتصفية القضائية مستقبل الشركة وافاق الشركة سنة واخرى نطرحها للنقاش مع ضيفنا الحسين اليمني رئيس الجبهة الوطنية لانقاذ مصفات سامير اهلا وسهلا سيليمني اهلا وسهلا ومرحبا بكم في موقع انفس بداية السليمني الى اين تسير شركة سامير في ظل الحفاظ على الامن الطاقي لبلادنا شركة سامير كما يعرف الجميع هي شركة وطنية منها المغفور له محمد الخميس وطورها المغفور له الحسن الثاني ووفر لها الشروط ديال الاستمرار وتطور جلالة الملك محمد السادس الى انه لأسف سقطات ضحية ديال العابات وديال الفساد في التسير والتدبير ديال الملك السابق ليوصلها الوضعية اللي رأي فيها اليوم هي وضعية ديال التصفية القضائية مع السعي ديال احياء ديالها والاستئناف ديال النشاط ديالها علما بانه التوقف ديالها المقاولة الوطنية الكبرى يعني انتجا له واحد الخصائر الكبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني على مستوى المخزون الوطني وكذلك على مستوى العملة الصعبة في استيراد المواد السافية وكذلك على مستوى فقدال الاف من مناصب الشغل وضياع العديد من المكاسب اللي كانت يتوفر فيها المغرب ولسيما على انها جتوح الوضعية اللي المغرب قرر فيها التحرير ديال الاسعار مما شكلة نقطة يعني الهوتة اللي غير نسميها بالمغربية ديال الناس المتحكمين في السوق المغربي اليوم لكي يهاجموا القدرة الشرائية ديال المواطنين من خلال اسعار فاحشة ديال المحروقات لنجد لها مبررا لا في السوق الدولية ولا غيرها وهذا كان اعتبرهم من اخطاء الجسيمة ديال حكومة ديال السابقة ديال الاله بن كيران ليحرر هذا السوق ديال الاسعار في الوقت اللي كان معروف فيه لان الاسمير تسير احتجاه ديال التوقف والتعطيل ديال الانتج والامل لانه كل لعلى والدعوة ديال الضمير الجمعي ديال المغاربة والدكاء الجمعي ديال المغاربة للالتفاف حول ايجاد حل مشرف بالنسبة لها المقاولة الوطنية لانك نعتقد من خلالها يمكن للمغرب ان يستمر في الحفاظ على هذه المجموعة ديال المكاسب ولا سيما في ظل الظروف الدولية الراهنة اللي كتعرف واحد النوع ديال الصراعات الجيوسياسية اللي كتأطر بوحد الشكل مباشر حول هذا الطاقة اللي هي الطاقة ديال البترول والغاز واللي يمكن تشتعل الأشعار في كل لحظة وحين والصمام للأمان للنسبة للنحنية هو الانتاج لهذه المادة في المغرب من خلال تكريرها والرفع من احتياطتها والتحكم في أسعارها وجودتها تتبعنا في الأويناء الأخيرة طرح قانون تفويت وصول سامير لفائدة الدولة فين وصلت الجبهة الوطنية في الترافع عن شركة سامية؟ هذه مبادرة شريعية أخذتها الجبهة الوطنية لإنقال من صفات المغربية للبيترول وهي واحد تجمع ديال مناظلين ديالأحزاب والنقابات والجمعيات وقبراء وبرلمانيين ومحامين وشخصيات مغربية اللي شفنا من بعد العجز ديال المحكمة التجارية اللي وحدها لتفويت الأصول للشركة والسئنافو ديالنشاط ديالها لأنه تقدير ديالها لأنه الأمر لا يتعلق بالمحكمة التجارية اللي وحدها بل الأمر يتعلق بالسياسة ديال الدولة في المجال لتكري البترول والسوق النفطية بشكل نعام لذلك احنا اخذنا هال المبادرات الشريعية واللي عكس ما يحاول أن يرويج له البعض بأننا نطالب بالتأميم الأمر ليس بالتأميم الأمر يتعلق بتفويت الأصول لصالح الدولة المغربية بحكم أنه القانون يقول بأنه أموال مدين أو أموال الشركة هي أموال مشتركة للدائنين وحيث أن الدائن الكبير هي الدولة المغربية من خلال ديون الجماريك والضرائب الغير المباشرة وضيون ملك أموال عامة أخرى وحيث أنه حصة ديون المال العام تفوق 61% نحن نطالب بأنه البرلمان بصفته سلطة شريعية يخرج القرار من خلاله كي يطلب تفويت دي الأصول دي الشركة السامير لفائدة الدولة المغربية اللي كيتمتلك 60% من المديونية بمعنى من خلال عملية دي الشراكة دي الدولة مع قطع خاصة ومؤسسات عمومية يمكن أن تتقدم إلى المحكمة لاقتناء أصول دي الشركة دي الأسامير ومن خلالها سنوقف نزيد الخصائر كل هالكين ويمكن للدولة من بعد إعادة هذه الشركة إلى وقوفها على رجلها واستمرارها في أداء نشطها يمكن أن تفكر مرة أخرى في بيع حصتها للخواص أو للأغيار وهنا يمكن هذا السامير تشرب جوجة مليار دولار حاليا أو جوجة مليار وفوق ويمكن القيمة دي هذه الشركة أن تصل إلى خمسة أو أربعة ونصف دي المليار دي الدولار إذا كانت مشتغلة بمعنى عملية من خلالها سنؤمن ديون دينا لمتراكم مع الشركة سنساهم في تحريك العجلة دي التحكم في الأسعار وكذلك يمكن أن تكون عملية مربحة بنسبة للدولار لتحقق فيها فوائد إلى قرات على أساس تبيعها مستقبلا إذن من هذا المبادئة رحطيناها على جميع الأحزاب السياسية والنقابات اللي لحد الساعة كلها مشت معنا في هذه المبادرة كاللي تقدم بالمقترحات كاللي غي دعم هذه المقترحات باستثناء حزبين معروفين اللي هو حزب الأحرار اللي يرفض يستقبلنا ولا يتعامل مع هذه المبادرة الشريعية وكذلك حزب العدلة والثمانية لتبين بأنه كتاف باردين هذه العملية ونحن نتفهمهم لأنه هدو هدو هم اللي كان عندهم قرار دي التحرير دي السوق وهما اللي عندهم قرار دي هذه المسائل كلها اللي وصلنا فيها اليوم ونحن للأسف ما زال ما وصلناش على أساس الأحزاب يمكن تقدم نقداتي إلى غلطات في القرار ديالها وتساهم في إيجاد الحلول إذن نحن نعتبره بأنه هذا مبادرة متوجهة لكل مغاربة وميلف سنحسبه فيه الاستفافة ديال كل قوى السياسية في المغرب ونحن نطرح السؤال إلا كانت الأحزاب السياسية ما تدفعش إلى ميلف بهذا الحجم وبهذا الحمولة دياله فلماذا الإجدواء دياله الأحزاب ولماذا الإجدواء ديالتشريع ولماذا الإجدواء ديالبرلمان إذن هذا السؤال متروح على كل القيادات السياسية على أساس الدفع لهذا المشروع وتمشي معه الأساس ونحن لا يمكننا تنزلوه في هذا المجال بخصوص تخزين المواد المحروقات طرحات هذه الإشكالية خلال أزمة كورونا حول استغلال خزانات سامير لماذا تراجعت الحكومة في استغلال خزانات؟ اللي في العلم ديالنا بأنه النقاش ما زال نفتوح اليوم يعني لم تتراجع ولم تقرر ولكن احنا اللي قلنا بأنه في ظل تهاوي ديال الأسعار ديال البترول اللي كانت في أفريل 2020 واللي وصلت للحاضر حتى العشرين دولار للبرانت كانت هذه فرصة ثانية بالنسبة للمغرب على أنه يكتني من سوق الدولية هذه المادة الرخيصة ونعطيكم أرقام لو تم الاقتناء ديال هذا البترول وتم الملء ديال كل خزانة ديال الأسامير وفي الظروف اللي كانت تكلموا فيها اليوم ديال خمسة وستين دولار كان يمكن الربحون ماي يعادي واحد خمسة ونص حتى الستد المليار ديال ديال درهمة العمالية هذه وهذا شي فوتنا فيه الفرصة رغم أنه الدولة أو الحكومة جاءت مشتعجلة ومن المحكمة وطلبت لها لإيدن ديال استعمال الخزانات للإدخاء ديال المواد النفطية إلى أنه يتبين من بعد 6 شهر إلى 7 شهر بأنه الحكومة تراجعت ولحد الساعة ما وفاتش بالتزام ديالها وضيعت على هذه الشركة ديال الأسامير هذه الفرصة لا سيما بأنه ما كانت شغل الحكومة بوحدة اللي قدمت هذا الطلب كانوا شركات أخرى عالمية دولية كبيرة اللي تقدمت بهذا الطلب وتم المحكمة مشات مع الحكومة المغربية نظرا للضمارات اللي كتمت لها الدولة وهذه الشهدية وتم التراجع نحن في تقدير ديالنا هاد تراجع ليوقع لحد اليوم بأنه كين قوى نافدة في البلاد وكين لوبيات اللي خدمت بشكل أوبي آخر على أساس هذه العملية ما تكتابلش وما تنجحش لأنه لو وصلنا على أساس أنه الحكومة دارة الاستيراء ديال المواد الصافية وتم التخزين ديالها والبيع ديالها في السوق سينفاضح الأمر ديال الأسعار الفاشعي الشهل مطبقا في المغرب منذ البداية ديال 2016 نعم وبخصوص هذه النقطة هذه سنورة ديالكسي اليمانية حولها جودة المحروقات وأسعار ديالها إلى جانب تناول مجلس المنافسة للملف المحروقات وسامير بخصوص الجودة أنا أقول بأنه الجودة المعمولة بالنسبة لنا يعني ما زالت متخلفة أو ناقصة بالنسبة للجودة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي خصوصا نحن بالنسبة للمدد ديال القزوال كان نأكدوا على المؤشير ديال نسبة الكبرية ديال عشرة بيبا ايم ولكن كان مؤشيرات أخرين بحال مؤشير السيطان أو مؤشير ديال البقية ديال التقطير هدو ما كان أعطوه لهاش الاهتمام وهنا فين كتكمل الجودة ديال المنتوج ديال القزوال وخصوصا كذلك بأنه حتى الإمكانية ديال المراقبة حاليا غير متوفرة لأنه ندب إلى الاستيراد بالكميات الضعيفة ويصعب مراقبة كل الكميات ولعلاني يشتروا مشروع لتلقات الويزراء مؤخرا عادت ستدركة بعد سنوات بأنه يكون إشكال في الجودة فيما يتعلق بالأسعار أعتقد بأنه يرجع الفضل للكونفيدرية الديمقراطية للشغل لطرحات هدميلة ديال الأسعار على مجلس ديال المنافسة وللكونفيدرية تحملات مسؤولية ديالها في الترافع داخل جلسة ديال المجلس منافسة وبيانت بالملموس والداليل بأنه فعلا هناك تفاهم وهناك تواطئ حول أسعار لكالطبق وبأنه أسعار فحيشة لأنه السبب بسيط هو كندير مقارنة بسيطة بالأسعار السابقة قبل التحرير ومن بعد التحرير كالقاو بأنه كينزيادة في الليتر ديال القازوال تقريبا بواحد درهم ويعتمدنا على أنه المغاربة يستهلكون حوالي واحدة مليار دياللي طروت في العام مليار ديال الدرهم سنويا كتزد كأرباح فحيشة بمعنى من بعد دبا واحد سنين ديال توقوف ديال تحرير ديال الأسعار كنسجلوا الحدود نهاية ديال الفين وعشرين ما يقارب واحدة ربعين مليار ديال الدرهم كأرباح فحيشة ليمشات فد احنا أملنا اليوم هو أننا كان طالبهم من خلالكم الكشف عن النتائج ديال الجنال اللي كانت تأسات للبحث حول مجرية ديال اشغال داخل مجلات المنفسة واللي كيهمنا أكثر هو التدخلات تدابير لازمة لوضع الحد من التحكم اللي كان حاليا في السوق والممارسة ديال الأسعار الفحيشة اللي كتضرب المؤسسات النقلية وكتضرب القدرة الشرائية ديالعموم المواطنين وهذا الضرب ديال التحكم لن يتأتى إلا عبر إعادة تشغيل شركة ديالها سمير في الدرجة اللولة بالاستغلال ديال المخازين ديالها وفي الدرجة الثانية كذلك بتشغيل آلة ديال التكرير التي تعتبر آليات من الآليات ديال الضغط في السوق الدولية من أجل فرض أسعار في المنافسة ديال الوضعية اللي كان حاليا سليماني بخصوص وضعية العاملين شنال العفاق ديال وضعية العاملين بشركة سمير بخصوص العمالة داخل شركة ديالها سمير اللي هي من خيرات الأطر التقنيين اللي ديالها في المغرب اللي تكونت على مدار عقود ديال الزمان لهذه هي خبرة يعني بشارية لا تقدروا بتمان الوضعية اليوم ديالها هي أنها كتتناقص يعني من ألف اللي كنا فيه نهارة وقفة لسامير في النهاية ديال 2015 إلى اليوم نحن فيه أكثر من ستميات مهندس وتقني بقليل حول الوضعية الاجتماعية كان يتراجع خطير بالنسبة لأداء ديال المستحقات ديال الناس اللي قدامي في لسامير بأكثر من أربعين في المياه لأنه الموارد ديال الشركة حاليا يعني لا تكفي للأداء ديال كل هاد ديال كل هاد الأجور وديال هاد التعويذات لأن الهدف حاليا هو المحافظة على هاد الأجارات وارتباطهم بعقدة الشغل بهذه الشركة فانتظار يتلقى حل من الحلول لأنه الخطير هو أنه إلا انقرضوا هاد الناس مشاهدوا لأي سبب من الأسباب سيتكون من الصعب أو ربما من المستحيل إعادة استئناف النشاط داخل المقاولات ديال الشركة ديال الاسامير لأن هاد الخبرة هاد قليلة يعني ومركزة فهاد الناس هدول كينين داخل سامير ومن غير هاد الناس هدولي خدام الفلسامير يجب الانتباه بأنه التوقف ديال الشركة تم تسريح ديالي واحد تلتالف وخمسمية عامل اللي كانوا في شركة ديال مناولة وشركة ديال مقاولة من الباطن وشركة ديال تشغيل مؤقت هذا بالإضافة لأنه كينة واحد عشرين شركة اللي كتعمل بشكل مستمر داخل الشركة وهالتدعية تكون لها إذن نعنى واحد تقدير معين على أنه واحد على عشر من الناس لسكنين في محمدية يفقدون رزقهم بالعمل المباشر داخل الشركة ديال سامير هذا دون أن تحدث على المساهمات الأخرى المباشرة ديال الشركة داخل محمدية من خلال تنمية ديالأنشطة الرياضية والتقافية وسامير كانت كذلك مدراسة بالنسبة للتكوين ديالعديد من المهندسين والتقنيين بالمدارس والجامعات والكلية ديال المغرب اللي كانت كتوفرت قريبا واحد ألفين تكوين سنويا بالنسبة لأولاد المغربة من كل جهاته إذن هذا الحمولة الاجتماعية كلها خصوصا على مستوى الشغل هي أحويج أساسية لخص المسؤولين انتبهوا لها ويساهموا في الحل العاجل لهذا الملف ديالسامير نعم وبخصوص المعدات ومتسوى صيانة معدات سامير كيفاش تشوفوا هذه النقطة ديال الصيانة ديال المعدات لحمايتها من التهكل من ضمن الأسباب ديال الإبقاء على الأجراء داخل المقاولة هو أداء هذه المهمة الأساسية اللي هي الحماية ديال الأصول للشركة من تخريب ومن تلاشي وفي هذا السياق هذا كن برامج ديال الصيانة دوري اللي كنت تعتمد حاليا ولكن اللي بغينا نتيروه بأنه الصيانة الحقيقية ديال المعمل تكمن في تشغيله بشكل طبيعي إذن فلهذا الحال يعني الحدود الساعة يعني الوضع ما زال متحكم فيه إلى حد ما ولكن الكلفة ديال الصيانة راه ترتفع من سنتين إلى أخرى يمكن نعطيكم أرقام الكلفة ديال الصيانة في السنة الأولى تقريب من واحد مئة وعشرين حتى مئة وخمسين مليون ديال الدرهم ولكن اليوم كنت تكلموه معاكم راقصنا على الأقل واحد مليار ونص ديال الدرهم بالنسبة للصيانة لأن هؤلاء المنصفات فاش كتكون كتشتغل بشكل عادي كتستهلك هاد الأرقام هادو بمعنى خمسين ديال التوقوف إلى درنا واحد المعددلين مئتين مليون ديال الدرهم هي هذه مليار مليار ومئتين مليار وخمسمية ديال الدرهم اللي كين واللي بغيت نقول بأنه مؤخرا في العراق مئصفات اللي كانت تخربات في الحرب اللي كانت مع الداعيش وذلك شيء وكانت هي راحة ديال الحرب والمواجهة تمت إعادة تشغيل ديالها مؤخرا بمعنى مئصفات ديال المغرب الحمد لله ما فيها لا حرب لا داعيش لا مواجهة ديال الإرهابيين يعني مصفات لكتواجه الصداء وتلاشي وهذا يعني متحكم فيه ويمكن يتم الإعادة ديال تشغيل ديالها بسلام وبدون مشاكل نعم وبخصوص المبادرة المقبلة ديال الجبال الوطنية لإنقاذ المصفات شنين المبادرة المقبلة؟ احنا لننتوقف يعني لننتوقف أولا احنا كان عندنا واحد الجواب ديال الحكومة في مجلس المجتشارين هي أنها رفضات نقش هذا المقترح ديال تفوية الأصول لفائدة الدولة المغربية احنا هذا الموضوع قد نتبعوه قد نقلبوه على الأسباب والتعليلات لخصة تعطيها الحكومة جوا فيها لماذا رفضت المناقشة وكنسنو المآل والمآصير ديال هذا المقترح هذا في مجلس النواب وسنتخذ الموقف المناسب من بعد ما نعرفه الموقف المناسب لا نخفي عليكم كذلك بأننا نحضر في مبادرة لسمينها مبادرة قضائية من أجل فتح تحقيق شامل في الأسباب ديال السوقون ديال المقاولة لأننا نعتبر بأن هناك مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة فبغض النظر على مسؤولية تابتة ديال المسير السابق والتي تحكم في مواجهة وتمديد ديال المصطر لأنه ارتكب أخطاء جسيمة في تسير وفق القانون التجاري المغربي نحن نعتبر كذلك بأن هناك مسؤوليات غير مباشرة للمجموعة ديال الأطراف في المغرب وخارج ديال المغرب ليخصي تفتح فيها تحقيق ويخصي نحدد فيها المسؤوليات لأنه ما وقع ليس في السهل فإنه عظيم وعظيم جدا وفي خلاصته نريد أن نصل إلى استنتاجات مهمة لمعالجة الواقع ديال المال والأعمال في المغرب وهذا الشكل ديال التسير وخصوصا ديال الشركة الكوبرا وكيفاش النظام ديال المراقبة احنا اللي عندنا واش هاد الشي اللي وقع في الأسامير حتى 2015 لم يكن يظهر له أطار منذ زمان وتم التغافل أو التقع وسوى اتخاذ الإجراءات اللازمة والضحايا اليوم ليوقعوا اليوم من سيعوضهم انطلاقا من الأجراء انطلاقا من الاقتصاد الوطني انطلاقا من المساهمين الصغار هادولي ما كنتكلم عن اليوم تشي واحد هادولي مشاوا تقوا في النظام ديال البورصة ديال المغرب وحطوا الأموال ديالهم وحاولوا يكتنزوها ولا يستثمروها في شركة ديال السامير اليوم مشاوا فيها هوبا كما كيقولوا المغاربة بمعنى هاد الميل في كل يسائل في جميع الأبعاد كل معنيين وكل مسؤولين لاتخاذ ما يلزم الإجراءات حتى لا يتكرر ما جرى بشركة السامير نعم شكرا جزيلا سليمني على كل هذه التوضيحات وشكرا المتابعين الكرام على حسن المتابعة ونضرب لكم موعد جديد مع ضيف جديد اشتركوا في القناة